تابعين حلقتنا وبيسعدني استقبل غريغوار تورانيون معالج نفسي هل وصلها فيك غريغوار رح نحكي اليوم عن الشاب بعمر المراهقة طبعا تغييرات كتير من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية بيعيش الشاب بس هو كيف يستوعبه كيف يشوف حاله عم يتغير بيكون مزعوج محمس مزعوج من اشياء مبسوط باشياء تانية مثل ما منعرف فترة المراهقة بتبلش تقريبا عمر 12-13 سنة لحديد عمر 18-16 سنة هلأ بس نحكي لي عن المراهقة هالبريود منسمى كريزة المراهقة ليش كريزة؟ لأنه فيه انتقال فيه تشوش كمان عند هيدا المراهق من محل لمحل هلأ رح نكون عم نحكي عن التغييرات النفسية بس شو الانتقال؟ يعني عم يترك هو شي من التفولة إذا بدك بدو يشيل هالقشرة البو من التفولة لا يفوت بالمراهقة بهالانتقال بيعمل تسنورم يعمل فلسترسيون أو هبوط نفسه لأنه بيتعرض لتغييرات نفسية تغييرات الجسدية أكيد بس أنا اليوم رحكون عم ركز أكتر شو هنالتغييرات النفسية من إثبات الزيت والمعارضة أكتر شي عيادياً منلاقي الأهل بيعملوا بانيك وبيجوا أنه ابني شبا ربينام مش بهالطريقة لأنه هو من خلال هالطريقة لو فات أنه يعارض بدو يثبت أنه هو موجود ومن خلال قراءه أنه أنا بختلف عنك عنك يعني عن أهله بدو يفرج أنه أنا عندي اللي أنا أو مثل أنه عم يبني الانديفيدو الفردية تبعه اندباندمان يعني برات أهله من كمان على تغييرات بتكوين شخصيته يعني هون بيتخلى عن الفيجور دي دانتيفكاسيون يعني هيدا الطفل الصبي اللي كان يعيش أنه أنا بدي يكون مثل بابا كان عم يتمثل ببيو بس يفوت بالمراهقة بيقول خلاص أنا ما بقى بدي أشبه بي خليني فتش عن فيجور دي دانتيفكاسيون برات هيدا البيت هلأ أوقات بيلاقي يعني مثل أستاذ يمكن ستار يمكن نرفي هو أوقات ما بيلاقي كمان أكيد قداش منلاقي النمو العاطفة والمشاعر عنده لهيدا المراهق أنه بيصير بيبعد شوية عن الدرس بيصير بدو يحب بدو ينغرم بدو يعيش هالتجربة إنه هو إذا بينحب إذا هو عنده فزع من الحب وهون بيفوت بالتعلق إذا رح نكون عم نحكي كمانا شو العلاقة بين التعلق والانحراف بفترة المراهقة لنوصل والأهم إذا بدك النمو الجنسي بالنمو الجنسي هون عم ندوي عن التربية الجنسية يعني أكتر شي بيهزه إذا بدك للمراهق الأسئلة والغموض عن الحياة الجنسية التربية الجنسية يعني قداش هو عنده باجاج قداش عنده مفهوم شو عم بيصير معه إن كان هو نفو جسديا أرمونال وكمانا نفسيا يعني هون بيبلش يمارس العادة السرية مثلا وبين المراهق يحقق رغباته الجنسية وبين بعيش الشعور الزنب هالشعور الزنب يلي جاي من التربية من الأهل من البيئة من المجتمع وأوقات كتير من الدين سهون اللي بيعيش هو هالضياع بين رغباته وبين شو المطلوب منه لكان هو بده يعيش هالفترة الصعبة يجرب إنه يعني يتقبل كل هالتغيرات يعني عم بتصير معه على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الجسدي وطبعا التغيرات قادرة إنه ترسم شخصيته هر الدرج سورياع توضع كبتين الدحكة كيزانا بدأت لك فتورة صحيح مثل ما كنت عم بتقول بالصعوبات واللي بعيشها هو بهالانتقال مثل بك أننا عم نقول التشوش يعني التناقض كمان بنفس الوقت اللي شو التناقض يعني المراهق اليوم ما بيعرف إنه هو مع مين ضد مين يعني بده مثل ما قلنا بده يعمل الأنا طبعه الانديفيدو الفردية بس بنفس الوقت بده ينتمي لأهله لرفقاته بده إنه أهله يعطوها المسافة لديستانس بس بنفس الوقت بيقوله إنه هو وين أهلي ما عم يسمعوني بدي إيهن حد ما بيحب حاله بس بيضل ساعات قدام المراية سواء هالتناقض اللي هو بعيشه هيدا الشي بيسبب له أوقات قلق ومش بس هو يتقبل حاله بايدو وي يتقبل كمانا بس نشوف الأهل إذا عم يتقبله يعني فعلا هي فترة صراع من كل النواحي الصراع بين إنه هو عم يكبر ويصير رجل وبنفس الوقت عم يشوف كل هالتغيرات بجسمه يلي هي يمكن أولا ببلش تطلع اللحية الحبوب بالوجه يعني كل هالتغيرات صوته صوته اللي عم يتقلم يعني عم يتأقلم مع حدا جديد عليه يعني بس نفس الوقت هو يعني هو الجديد بقى كل هالفات مثل عم بتقول إنه بيكون مش رتاح مع حاله مش حابه بشكله بيطلع على المراية بقى مرحلة اكتشاف ومرحلة انتقالية هالقد حساسة قادرة انه ترسم شخصيته للأهل دور مهم حكيت عن التربية الجنسية اليوم الموضوع تغير مش هيك يعني صار فيه إنيسياسيون بالمدارس صار قصة كبيرة من الأهل أوعى على هذا الموضوع بس مش يعني نحنا بألف خير من هالمسألة لسؤل حزبس لليوم من لتوقعات الأهل والأهل باللاوعي شو نطرين اليوم من هيدا الولاد حبات اليوم ندوع هيدا الموضوع أكتر ليش الشاب لأنه رح أحكي بفترة المراهكة ومفهوم الرجلية والذكورية قديش لأنه المراهك بيوصل بهال بريود حامل يمكن ينحكي بالبيت بالكلمات أو أطلقه بس ينقلو من خلال ميساجات لاوعي من بيئته ومن تربيته ومن المجتمع أنه أنت رجال يمكن ما لازم تكون أموسيونال ما لازم تبكي ما لازم تبين حتى بالبارتي الكوتيل سكسويل قداش اليوم بيسألوا مثل النكت بالعيلة أنه صار عمرك 16 بعد ما عملت مطلع علاقة جنسية أنا بوقت عمرك كنت كتير أدهر وأعمل أدستر بس اليوم يمكن هذا المراهك ما نمرتح أول شي مع جسمه ما نمرتح مع هويته الجنسية هويته الجندرية سوف يكتير قصص أنه لازم يكون هو عم يشتغل عليه والضيعي اللي بعيشه هو بهالفترة لأنه بده يثبت هالهوية الجنسية بين أنه أنا شو بدي رغباتي شو وأهلي رغباتهم شو متوقعين مني يعني هون هو بده يشوف إذا هو بميول جنسية جنسية مثل مغاير مزدوج أو اللي منحكي بالأسكسوليتي لا عاطفة لجنسية سو هون يلي كمان منفوت بكنسبت البوزيتف مسكولينيتي وتوكسيك مسكولينيتي لليوم موجودة أنه الرجل يلازم يكون هو مثل مسيطر على الأمرأة حتى لو بيظهر عنده علاقات متعددة من وفهة من سامحه يمكن بالله وعي أنه ما عليه ما هو بيقدر يغلط أو حتى أنا عادياً بصبع أنه الرجل مثل عنده الرغبات الجنسية أكتر من المرأة ومسمح له كأنه أنكوانس الموم منشجع بعده الموضوع حاضر حتى عند المجتمع اللي هو بين هللان يعني مثقف يعني بعد النظرة الزكورية حاضرة وينما كان بمجتمعنا أنا وقت بيتهموا أن المجتمعات الأقل تعلماً أو الأكتر فقراً أنه عنده مفاهيم اجتماعية متخلفة لا هو حاضر يعني مثل مثل مفهوم اجتماعي معين أنه ليس الحال يعني عليك الحال هون كمان مهمين هالسنين يلي قبل عمر 12 سنة مش هيك؟ لأنه كل ما كانوا هالسنين يلي قبل 12 فيهم وعي وفيهم حكمة وفيهم تربي وفيهم رسم لخط إذا بدك أخلاق في أرد كمان في أرد بيحميه اليوم لأنه السلطة بيحمي الولد الأرد يعني فيه كنال دو كوميليكاسيون في حوار مع هيدا المراهج أوقات الأهل بيجوا بهالفترة مثل بدون يشتغلوا طب هلأ شو فينا نعمل؟ أكيد فينا فينا نبلش نشتغل بس كمان قداش مهم نبلش الشغل من الطفولة يعني الحوار والسماع ونحسسوا لهيدا المراهج أنه فيه أمان أنه فيك تجي أنت تخبرنا شو عم بيصير معك فيك تجي تجرب لأنه بالمراهجة بدوا يدخن بدوا يشرب وبدوا يجرب قصص جديدة يعني قداش عم نحي كمان بالسلوكيات المتل المواقع الإباحية أو والمواد السامة خاصة هلأ يعني الفيب الإصص الدخان الأرقيلة كل هؤداء هنن مجموعة سلوكيات خاصة بالإدمان والمواد السامة وخاصة كمان أوقات يعني من خلال الدخان برسم أنه أنه كبر الصبي أنه فيه شخصية زكورية ارتسمت أنه صار بدأ يعني فيه كتير أشياء بيقطع فيها المراهج ما ضروري يقطع فيها يعني فيه أشياء عم بيحكي عن الأشياء البشعة يعني فيه أشياء تجي مثل أكسسوار للمراهقة لهذه الفاز أنت فيها تكفي معه تأذيره صحته بعد أنه فيه ما يقطع فيها فيه يعني أصدق أنا أن التربية فينا نقول له هلولا أنت فيك تكون مهزب يعني مش غلط إذا كنت مهزب بالمراهج هلأ بتعرف قليل أكتر اللي شو منركز حيالة السلوك المراهج أو حيالة فكرة أو حضرتك عم تحكي عن السلوك بيعمله أنا عطولي بقول أنه قبل ما نفوض بالعقاب أنه ما لازم خلينا طب نفهم شو دور وظيفة هالسلوك يعني هو شو اللي عم بيوصل من ورا هالسلوك يمكن أنه أنا هالأدب اختلف يمكن بده يكسر أهله لأنه بتربية الأهل كمان عنا أهل يا بيكونوا كتير أوتوريتار يعني بيحطموا بيكسروا بيسكروا مثل أنه ما بيخلوا أنه يعيش فترة المراهجة وقدم نلاقي أنه أوقات الأهل باللاوعي ما بدهم أنه هيدا الطفل يكبر بدهم استلي يشوفوه أنه هو طفل هلأ بتقلي طب أنه شو بيصير اللي بيصير أنه ما بيعيش فترة هالمراهجة وبعد فترة بيرجع لها ليه بجهلة الأربعين مطلا بيقولوا ليه عم تعمل قصص كأنك أنت مراهج كونفلي ما نحل ما صار بهالنقلة سوف يريدوا يرجع يعيدا يمكن بعد 30 سنة وبنفس الوقت الأهل ما لازم يكونوا بيرميسي في كتير مثل أنه هل فيك تعمل اللي بدك إيه لا السلطة بيحمي في فرق بين السلطة والعرب السلطوانية أترى أتوريتار والأهم كمان أنه مثل ما كنا عم نقول كريزة المراهجة أوقات بيفوت مع كريزة الأهل بالأربعين إذا الباي هو بكريزة الأربعين أو الخمسين بيصيروا مع بعض كأنه هو وأبنه هلأ النتيجة أو بيصير يتفهم ابنه زيادة عن اللزوم أنه مثل أنه صار رفيقه أو بيفوت بصراع مع ابنه مثل أنه أنا بوقت عمرك ما كنت أشرب ما كنا نظهر كنا نصرب ساعة 8 سوفي عنا يا هيك النتيجة أو النتيجة المعاكس بس لتنين بنفس النتيجة ما لازم مثل ما قلت ما لازم الأهل لا يكونوا أتوريتار ولا يكونوا بيرميسيف طيب حكينا عن الأهل المدرسة شو دورها؟ المدرسة بفترة المراهكة دورها أكتر شيء التوعية كمان الحماية بس أكيد لسوء الحص كمان أكتر مشاكل سلوكية ملاقة بصفوف السيجندير عند المراهك هلأ لأنه المدرسة بين بدأت تقدم وتحمي بالأنون بالسلطة بنفس الوقت هيدا المراهك بده يطلع يعني هو بالمعارضة مش بس بده يعارض أهله بده يعارض كل حدا سمبوليك للسلطة مثل المدرسة والأستاذ هون منشدد طريقته للأستاذ يعني قداش مهم ما لازم الأستاذ أو المدرسة يكونوا بطريقة كسة يعني عم بيحطموه عم بيكسروا بس بنفس الوقت قداش مهم كمان حتى المدرسة أنه يكونوا هنن عم بيحافظوا على الأنون والفهم أهم شيء كل من فسروا لهالمراهك بالمدرسة بالبيت أنت شو عم بيصير معك بجواتك عم يفهم أكتر رح يروق هو أكتر رح يطلع من هالحالة القلق والضياء يعني مهم اللي عم تقوله قصة التفسير يعني وكل مرحلة بمرحلتها لأنه أكيد عم بيعيش قلق وتخبط من كل اللي عم بيصير يمكن قد ما بهين عليه أنه يقول أنه يبين أنه هو ضعيف أو الآن أو خايف لأنه هي مرحلة وبدأ تقطع بقى مهم أنه الأهل والمدرسة يوعوا ويطمنوا الشباب أكتر بيتأذوا بالمراهقة من البنات نفسيا لا هلأ الدراسات بتفرج أنه المراهق الشاب بيفود بالانحراف أكتر من البنات بس لا ما فينا يعني ما في استاتيستيك بيفرج أنه الشباب هنين مثل أنه عندهم أو بيتأثروا أكتر من البنات لأنه مثل ما هلأ حكيت عن مفهومة رجلية عند الشاب عند البنات كمانا بنحكي عن الفيمينيتة علاقتها مع جسمة علاقتها مع الحياة الجنسية كمان بيصير نفس الأزمة نفس الكريدة بغير طريقة بغير طريقة مثل ما قلنا عند الشاب منشجع كأنه على الحياة الجنسية ومنعطيها التقل وهو يمكن أنه جاهز وعند البنات يمكن العكس وعطول إذا شغلتان هنين عكس النتيجة هي زيتها كترة الشغلة مثل اللطان طيب اليوم المراهق كمان مثل ما قلنا بيكون بحالة معينة راه على انحراف خطر على صحته على حياته النفسية والجسدي فيه إحصاءات بتقلنا مثلا فيه عدد مراهقين تنقول ياللي بيدخن بالمراهقة تنقول سبعين بالمئة لإنه مثلا بيكفي بيدخن بعد التمنتعاش فيه عندنا إحصاءات قدي بيحملوا من هالقافات ياللي بتكون بالمراهقة بيحملوها بعد التمنتعاش هلأ وقتا نحكي عن سلوكيات مسببة للإدمان أو للإنحراف منكون كمان إلي عم نحكي عن تكوين شخصية يعني اليوم عم نحكي شوي كمان عن التعلق إنه هو عم يتعلق بشي سبستانس يمكن شخص كيف كمان بالعلاقات العاطفية في عنا كمان هون نفس التفسير عم نحكي عن التعلق مثل ما قلت إنه كتير مهم نشوف وظيفة هاللسبستانس شو عم بيعبه يعني هل عم بيعبه الفراغ لأنه بالمراهقة مثل ما قلنا هالكارباس اللي هو عم بيشيله وعم بيصير فيه هالفيد طب بده يعبه بشي يا أهله لازم يكونوا موجودين كتير يا عنده رفقة ونعرف المراهقة كتير بعيش الوحدة لأنه ما حدا بيفهمني ما حدا عم يستوعبني سو هالوحدة الفراغ كيف بده يعبية؟ بحيال السبستانس من بره هلأ التكوين الشخصية اللي منحكي إن كان جينيتيك ما أو إن كان من كذا فكتور البيئة اللي هو بعيش أو حسب الجهاز النفسي طبعه اليوم إذا منحكي هيدا المراهقة إذا عنده كمبرتمان خصه بالإدمان خصه بالإنحراف وما عنده شعور بالتعاطف مع الآخر وما عنده شعور الزنب معقول هوني عم نحكي عن تكوين شخصية بالزهان يعني بالبسيكوز والتيراب شخصية معادية للمجتمع كان ملاك منلاقي أوقات ممكن بالسجن أو أشخاص اللي بيقتلوا بيسرقوا بيفجروا وما بيحسوا ما بيحسوا إنهم عم يعملوا شي غلط ما كأنه ما فيه الأنى الأعلى ما فيه شعور بالزنب ما فيه تعاطف هوني عم نحكي عن اضطراب اللي فيه فرق بين التعلق وبين الاضطراب ديكوار تورانيو معالج نقص شكرا كثير لحضورك معنا حلا وسهلا فيك نحنا رح نتابع لايف خليكم معنا شكرا للمشاهدة